السلام عليكم ورحمة الله إزايكم متابعين المحترمين عاملين إيه يا ربي دايما تكونوا بخير خبر مؤسف جدا وهو وفاة فنانة قديرة ومشهورة هقول لكم تفاصيل كتيرة جدا عن حياتها وسبب الوفاة وتفاصيل لأول مرة حضراتكم هتعرفوها بس قبل أي حاجة نصلي الأول على رسولنا عليه أفضل الصلاة والسلام ونقول خبرنا وهو وفاة الفنانة القديرة منا بدر طبعا للي ما عرفهاش هي كانت موجودة مع الفنان عبد الحليم حافظ رحمة الله عليه في فيلم فتا أحلامي اللي غنالها أغنية خسارة خسارة فرائك يا جارة وفجأة اختفت تماما عن الأنظار هي موليد 15 نوفمبر 1936 عندها حوالي 86 سنة طبعا بقالها 30 سنة موجودة في شيكاغو في أمريكا عاشت واتجاوزت وخلفت هناك ما رجعتش خالص هي أساسها مش مصرية يا جماعة هي من أصول سورية بس كانت عايشة في القاهرة سنة 56 لقبت بملكة جمال مصر عبد الحليم شافها وعرض عليها وقتها وعرض علي عبد السلام النبولسي وحققت نجاح جدا معاه في الفيلم ده وكان ملمحها بريئة وهدية جدا بصراحة الفنان يحيا خليل كان هو عازف طبعا وعازف لمحمد منير وناس كتير نزل على صفحته توفت صباح اليوم صديقتي نجمة من الزمن الجميل ماري النجار هي اسمها ماري النجار ولكن كان عبد الحليم أطلق عليها اسم مونة بدر اللي تعرفت في السينما المصرية باسم مونة بدر وقامت ببطولة فيلم فتا أحلامي أمام العندليب عبد الحليم حافظ وكانت قد استقرت في الولايات المتحدة بمتينة شيكاغو منذ حوالي 30 سنة هي كانت في فترة من الفترات أصيبت بالزيدة الدودية الكلام ده في من حوالي سنة 78 وسبعين وكان الجرائد شافتها وناس قالوا هترجع تاني مصر لأن يعني هترجع تاني تمثل هي ما نزلتش مصر في خلال 30 سنة إلا حوالي 3 أو 4 مرات فقط حتى هي كمان هتدفن هناك في أمريكا مش هترجع مصر تدفن هنا ولا حاجة لأن طبعا حياتها كانت استقرت هناك ممكن ناس تقول إن الخبر مش مهم ولكن يعني في ناس عرفاها وهي ناس كتير بتبحث عنها خصوصا إن هي كتبتمثل مع العندليب الأصمر عبد الحليم حافظ ربنا يا ربي يرحم موتانا جميعا وإن لله وإن إليه راجعون بشكركم جدا سلام عليكم ورحمة الله